بسم الله الرحمن الرحيم الاجتماع الثامن للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الاثنين أربعة عشر عاب ألفين وثلاثة وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء واحد ضرورة أن تكون قطة كل محافظة متوافقة تماما مع أولويات البرنامج الحكومي وأن تتكامل مع ما تضعه الوزارات من خطط في ذات المجال مجددا التأكيد بأن يكون الهدف هو الإسراع في التنفيذ عبر تشغيل أكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد اثنيا رفضوا أي حالة للابتزاز السياسي والنأي بالعمل الخدمي وأداء الواجبات عن التنافس الانتخابي والتعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية في جميع تفاصيلها ثالثا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص بإعادة توزيع الملاكات الوظيفية للمشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء لسنة ألفين وتسعة عشر والمحاضرين والإداريين المجانيين على دوائر المحافظة بعد تثبيتهم واستضافت الجلسة اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية برئاسة السيد وزير الداخلية وجراء استعراض الخطط والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء المحافظين كافة بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية في كافة تفاصيلها الأمنية والخدمية وتقديم التسهيلات المطلوبة للزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام صوب محافظة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مقررات اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات واحد قيام السادة المحافظين بتخصيص قطعة أرض تقدر بـ 15 إلى 20 دونمن لبناء مراكز الموهوبين وتخصيص مبلغاً مالي من ميزانية كل محافظة لإنشاء البنى التحتية للاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة اثنياً تخصيص مبلغ سنوي قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم من الميزانية السنوية للمحافظة لغرض تشغيل هذا المشروع وبقية نشاطات الاتحاد بالشكل الأمثل ثلاثة كما تمت الموافقة على ما يأتي واحد إرسال المحافظات مشاريع صيانة الطرق والجسور المقترحة إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات اثنياً تدرس المشاريع وتوحد من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والهيئة التنسيقية بين المحافظات وتعرض على وزارة التخطيط لإقرارها ثلاثة قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ وفق النسب المذكورة في قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الطرق والجسور رقم أربعين لسنة 2015 وتعليماته رقم واحد لسنة 2017 بحسب ما ورد في كتاب وزارة المالية المعني شكراً شكراً